بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكو يا اغلى وارق متابعين في الدنيا يارب تكونوا بألف خير وسلامة كل الناس بقى دلوقتي عمالة تعمل وصفات للحمة احنا هنعمل حاجة حلوة قوي هنعمل تشكيلة حلويات بمكونات يعتبر يعني بست كبات بس من الدي هنعمل كل اللي انتو شايفينه ده يلا بينا نشوف هنعمل ايه في البداية هنجهز معانا 600 جرام من السمنة او من الزبدة وياريت ان لو هي سمنة تكون كانت متشيلة يعني في التلاجة علشان تكون بردة ما تكونش دايبة قوي زي ما انا حطتها كده هنحط ايه نحط 300 جرام من السكر يعني تقريبا اتنين كوب هسيب لك طبعا كل المكونات دي بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف هنحاول نقلب كده وبعد كده نضرب المضرب هنضيف تلات حبات من صفار البيض كمان معانا اتنين باكت من الفانيليا وهنقلب ممكن برضه نحن نديها ضربة بالمضرب عادي هنحط ايه بقى معانا الدقيق معانا 6 اكواب من الدقيق هننزل بيهم بالتدريق يعني تقريبا كده 900 جرام من الدقيق هنخلط بقى بالراحة كده شوية بشوية مش هننزل بيه كونه طبعا مرة واحدة نقلب بالراحة من تحت الفوق احنا مش بنعجن احنا بس هنجمع المكونات كاننا بنعمل اي نوع يعني من انواع البسكوتات خلص جمعنا العجينة بتاعتنا كلها ولمناها كده شوفوا بقى لو حسنا ان العجينة دين فرولة شوية يعني مش متماسكة قوي ممكن نضيف حاجة بسيطة كده من الزبادي او من بياض البيض هنقسم بقى العجينة بتاعتنا الحلوة دي لستة اقسئة هناخد كده اول قسم منها ونشوف هنشكل بيه ايه هنعمل منه المعمول او بسكوت الطمر هنحطينا دلوقتي معلقة من اللبن البودر ممكن نحط شوية من المحلب او انا حطيت دلوقتي شوية من ريحة الموز اللي كنا بنضيفها للكحك خلص جهزنا العجينة تعالوا بقى نشوف الحشوة معاين طمر مفروم زي ما انتو شايفينه كده نحط شوية من القرفة معلقة قرفة ومعاينة معلقة او معلقتين بس من الزيت ونجمع بيهم العجوة كده علشان تبقى طرية وحلوة والقرفة هتديها كمان ريحة حلوة اوي بعد ما عملنا العجوة بتاعتنا كرات كده تعالوا بقى نشوف خدنا القطعة كده من العجينة زي ما انتو شايفين لو حاسين ان هي مفرولة مننا شوية ولا حاجة ممكن نضيف لها حاجة وسيطة من الزيبادي زي ما قلتلكم خلاص هنجمع كده طيب احنا هستخدم ايه هستخدم البصومة دي شوفوا انا هحط فيها في قلبها كده الواحدة وبعد كده ايه اضغط بحاول ان اوزعها حاجة بسيطة كده وبعد كده اضغط طيب لو هي ما بتخرج منها بسهولة هعمل ايه هنحط البصومة دي كلها كده في قلب الدقيق يعني نحطها في قلب الدقيق وبعد كده هننفضها ونحط فيها شايفين السمك احنا عايزينه اقل من كده شوية هنبدأ نقلل العجين شوية علشان تطلع مننا اصغر من كده شوفوا كده دي تاني واحدة قللناها شوية علشان السمك يكون اقل من كده واحنا شغالين خلاص شوفوا البصومة انا حطتها في الدقيق شوية شايفين بس ايه هنفضها بس شوية كده عشان ما يكونش كتير ونحط فيها ونقلب كده ونضغط تخرج معانا شايفين الشكل ما شاء الله عليها ده المعمول او بسكوت الطمر خلاص كملنا بقى المقدار اللي احنا مجهزينه تعالوا بقى نشوف ايه اللي هنعمله بعد كده حطينا القسم اللي عليه الدور هنحط بقى دلوقتي شوية كده من الفانيليا وشوية من الشوكلة شيبس يبقى احنا هنعمل ايه هنعمل كوكيز تعالوا بقى نجمعها العجينة كده شوفوا اضافات بسيطة بين كل عجينة وعجينة علشان يعني تكون الحاجة اللي احنا هنعملها كأنها من الاساس كانت معمولة عجينة للحاجة الواحدة اللي احنا بنعملها دي خلاص هنبدأ نشكل ونحط الكوكيز على وشها برضو الشوكلة شيبس على وش العجينة زي ما انتم شايفين كده احنا سايبين مسايفة بين كل واحدة والتانية يعني يمكن هي تزيد شوية في الفرن ولا حاجة خلاص ده بقى كده القسم التالت بتاعنا هنعمل ايه حطينا شوية من الزيت تعالوا بقى كمان نحط شوية من بيض البيض وكمان علاقة من النشا وهنضيف كمان فانيليا وحاجة بسيطة قوي من البيكنج بودر شايفين العجينة مش هالله بقت طرية معانا كده تعارفين هنهنعمل ايه هنعمل بسكوت البس كريم هنقسم العجينة لنصيه نص منهم هنسيبه ابيض كده بالفانيليا زي ما هو ونص التاني هنحط عليه معلقة من الكاكاو الخام او شوكلة الخام البودر وهنغلطها كده يبقى كده بقى عندنا اللونين لو حبينا نحن نزود هنزود لما نلاقي درجة اللون معانا مزبوطة زي ما تشوفوها دلوقتي شايفين كده ده كده درجة اللون معانا لما جمعنا العجينة احنا ضفنا معلقة دي واحدة على الابيض اللي هو بالفانيليا ده وضفنا الكاكاو على الشوكولاتة دي يعني بمعنى صحة عشان العجينة كلها تكون كلها سمكة واحد يعني اضافة معلقة الدقيق على اللون الابيض علشان العجينة تكون كلها بنفس الليونة او السماكة واحدة طيب هنعمل ايه؟ هنعمل كرات صغيرة كده من اللونين علشان نجمع منها بسكوتة البيس كريم شايفين عملنا ابيض وعملنا كمان بني على قد ما تقدري لو حبت صغريها اكتر من كده صغريها هناخد تلاتة من كل لون ونحاول ان احنا نحط لون ابيض ولون بني جنب بعض كده نحاول ان احنا نجمعها جمع وبعد كده نضغطها بين ايدينا كل ما تلفي اكتر كل ما هتديك الشكل المظبوط اكتر يعني لو لفنا دي كمان كم مرة كده هتدينا الشكل المظبوط نعمل كمان واحدة برضو بنفس الطريقة ممكن على فاكرة نحط في قلبها حاجة من الشوكولاتة او قطعها من الشوكولاتة حتى يبقى في قلبها كده هتبقى بصراحة جميلة اول خلص شكلناهم كلهم وجهزناهم حطناه على وراء الزبدة دلوقتي احنا هناخد ده اندخله التلاجة طيب تعالوا بقى نشوفوا الفرن احنا طبعا زبطنا درجة حرارة الفرن على درجة حرارة 200 بالنسبة للمعمول ده نسيبه 8 دقايق وبعد كده نهد النور 180 ونسيبه لاب ما يستوي طلع معنا بشكل انتو شفتو ده طلعنا بقى الكوكيز حطناها في الفرن على درجة حرارة 180 تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي احنا معانا قطعة من العجين حطناها بين اتنين يعني قطعتين من الاكياس كده وفردناها تعالوا بقى علشان هنعمل ايه هنعمل شوية من الصبلة هنجبه اي اشكال عندنا نستخدمها نعمل من كل شكل اتنين تلاتة اربعة كده ونحاول ان احنا نقرر عشان لو حبينا ان احنا نحط كل اتنين مع بعض نحطهم نزين واحدة بس برحتكم بقى شايفين ده الكيس بيخلينا نشيلها بسهولة ازاي هنشيل العجينة الزيادة دي ونشيل كده الشكل ونبدأ نرص في الصاج بتاعنا احنا يدلق في الوقت ده خبزنا المعمول وكمان الكوكيس كان خلاص قرر بيطلع من الفرن عملنا كمان واحدة بواقي العجين اللي هتفضل معانا هنحطها على البسكوت كويس قوي ان احنا مخالين البسكوت للنهاية علشان اللي يفضل معانا من العجين نحطه فيه خلاص كده ضبطنا الاشكال الحلوة بتاعتنا ودخلناها الفرن هنحط باقي على البسكوت هو معلقة جوز هند واحدة بس حب كمان تحطيها نعمة حطيها شوفوا شكلت البسكوت بالماكنة في قطعة عجينة فضلت معايا عملت منها شوية من البرازة الشامية دي حلوة قوي نواعم حلوة قوي يدوب نفرض العجينة زي ما انتم شايفينها كده في قلب السمسم بصراحة طلع طعامها خطيرة شوفوا بقى البسكريم لما طلع من الفرن حاجة كده ما شاء الله عليها العجينة كلها درجة النعمة بتاعتها خطيرة خلاص هندخل بقى الصبل بتاعنا الفرن يبقى كده فاضل عندنا البسكوت بس وخبزنا بقى كل الحاجات بتاعتنا شايفين الشكل فكرة انا حاولت اختصر على قد مقدر في الفيديو علشان ما يكونش طويل عليكم تبخلوش علي بقى بلايك واشتراك لو عجبكم الفيديو شوفوا بقى كده البسكوت ما شاء الله بصراحة يعني كل حاجة تسويتها مظبوطة وطعمها حلوة مش نقصها اي حاجة مظبوطة خلاص ومقدر السكر من البداية كان مظبوط لكل الحاجات اللي احنا عملناها دي شايفين بسكوت البسكريم عامل ازاي ولونه من تحت كده خطير ما شاء الله وكل حاجة تحسن فيها فراغات كده من تحت دي بقى خطيرة البلازق دي طالعت خطيرة بصراحة كنتش متخيلة ان اطعمها هيطلع حلوة كده حلوة ومستوية وخفيفة وطعم السمسم بقى لما دخل الفرن مدي تحميصة حلوة كده حاجة خطيرة واحنا يعني هنقول لي نفسنا احنا مش هنعمل بسكوتات وحاجات للعيد اذا احنا عملنا انواع كتيرة ومن عجينة واحدة تعالوا شوفوا بقى المعمول حاجة كده ما شاء الله عليها رائعة شوفوا الطمر في قلبها متساوي ازاي يعني الطمر مش جاي في جنبه ولا اي حاجة لأ المقدار مزبوط من فوق من تحت هوريكوا بقى دلوقتي شوفوا نعمة العجينة عاملة ازاي شايفين ما شاء الله كمان الكوكس بتاعتنا طلعت حلوة اوي وما زادتش في الفرن كتير ولا حاجة شايفين من تحت ياريت يكون التصور موضح لكم العجينة عاملة ازاي من تحت هتوضح لكم اكتر كمان في السابليل شوفوا انا زي انتم تازين سريع كده شوفوا كده شكلها شكل العجينة من تحت عاملة ازاي دعمة كده وفيها فراغات حلوة ما شاء الله يعني عملة من 6 كبات دي يعني تقريبا 900 جرام من الدي اللي انتم شايفينه دا كله شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته